دور مهم جدا من الأدوار اللي بيقوم بيها الفن هو التوثيق عشان كده فرقة الفلوجة للفنون الشعبية الفلسطينية والموجودة هنا في القاهرة بتقدم عروض فنية وتراثية كشكل من أشكال المقاومة بالفن والحفاظ على التراث الفلسطيني وبتجسد من خلال أعمالها جزء من معاناة الفلسطينية بأغاني احتجاجية وألحان ثورية تستخدم فرقة فلكلور فلسطينية الفن كشكل من أشكال المقاومة من أجل الحفاظ على التراث الفلسطيني وسط الحرب في غزة تأسست فرقة الفلوجة للفنون الشعبية الفلسطينية عام 1984 على يد طلاب تمريد يدرسون في معهد تابع للهلال الأحمر الفلسطيني في القاهرة وتشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية منذ ست سنوات ممثلة للأراضي الفلسطينية هو شعر الفرقة من يوم إنشاءها كان الفن مقاومة ونحن نقاوم بفننا ونقاوم بحفاظنا على تراثنا وهويتنا الفلسطينية من الأندسار والسرقة لأن السرقة من قبل الاحتلال إسرائيلي لأن الاحتلال إسرائيلي بيسرق تراثنا مش بس أرضنا وكانت مهمتنا وإحنا بنشكل الفرقة إن إحنا نحافظ على هذا التراث من السرقة من قبل الاحتلال إسرائيلي فده مقاومة في حد ذاته مقاومتنا في نشر هذا التراث وتوصيله للعالم كله إنه تراث فلسطيني أسيل هذا مقاومة في حد ذاته إن إحنا نحارب من خلال طبلوهاتنا الراقصة كل الأعمال اللي بتصير من تجاه شعبنا من الاحتلال الإسرائيلي فهو مقاومة تهدف الاستعراضات الرقصة للفرقة هذا العام إلى توثيق جزء من معاناة الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة إذ قدمت عروضاً متعددة صلتت الضوء على ذلك تحت عنوان الفن مقاومة الحب اللي بنشوفه على الجنهور المصري والحماس اللي بنشوفه في عيونهم وصيف من أول دقيقة لحد آخر دقيقة دي الحاجة الوحيدة اللي مخلينا نوصل رسالتنا بالشكل ده ودي الحاجة الوحيدة اللي مخلينا نستمر بالشكل ده اللي هو دعم جمهور المصري لنا في الأول يعني إنه إحنا نكون في هذا المكان ونجد نجح تالي كزي لحد العطشان كان للموسيقى وعطشان أنه يسمع إشي من تراثب هدا كان إشي كتير بيعني لنا صراحة اليوم فعالية إنه نشوف دبكة فلسطينية عادة نعرض على معارض مصر كتير إشي بيكون فخر إلنا وبالعكس إحنا كتير حابين موجودنا هنا وتفاعل الشعب المصري كتير كتير إشي بفخر إلنا وحظيت فرقة الفلوجة التي تحمل اسم بلدة فلسطينية بتشجيع وتفاعل كبير من الجمهور خلال عروضها في المهرجان ترجمة نانسي قنقر